توجى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة توجد الفريق الملكي والإستبلات المحلية وفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكن فارس فريق فيكتوريس فهد الخاطر من تحقيق المركز الأول في السباق ثم الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في المركز الثاني ثم الفارس الإماراتي غانم سعيد العويسي وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي عن خالص شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدة على رعايته الكريمة لسباق جلالته إلى القدرة مثمنا حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤكدا أن هذه الرعاية السامية لجلالة الملك شكلت حافزا كبيرا أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في أقوى سباقات الموسم إلى القدرة مؤكدا أن رعاية جلالة الملك تأتي استمرارا للدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه الفارس الأول لرياضة القدرة في المملكة والتي حقق أبطالها العديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة وعرب سموه على سعادته الكبيرة للمستوى الفني المميز الذي ظهر عليه السباق مشيرا إلى أن نجاح السباق جاء بعد المستويات القوية التي قدمها الفرسان والأداء الفني الكبير في سباقي العموم الناشئين وأشار سموه إلى أن ما قدمه الفرسان يعكس مدى قوة المنافسة في البطولة التي أصبحت واحدة من السباقات الدولية القوية وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخريفة الفرسان الفائزين بمنافسات البطولة معربا عن تقديره لجهور جميع أعضاء اللجان العاملة مؤكدا الدور البارز في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشارة الكبيرة من قبل جميع المتابعين من جهتها شار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد إستبلات الخالدية أن بطولة كأس جلالة الملك المفدى شهدت النجاح الكبير برعاية جلالة الملك المفدى للسباق وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس جميع الفرسان والداعم الأكبر لرياضة القدرة في المملكة مشهيدا سموه بالمشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الفريق الملكي والإستبلات المحلية الذين حارصوا على التواجد والمشاركة في السباق خلال موسم القدرة البحرينية مؤكدا أن المستويات التي قدمها الفرسان جاءت لتؤكد المستوى الرفيع في هذه الرياضة من جانب آخر أعرب الفارس مو الشيخ حمد بن بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي عن سعادته بمشاركته في سباق جلالة الملك المفدى للقدرة والذي يقيم برعاية وحضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم مشيرا إلى أن السباق كان قويا وتميز بالسرعات العالية في مراحله الأربع والتي حرص فيها الفرسان على تقديم مستوياتهم المتميزة مباركا لسموه الشيخ ناصر بن حمد النجاح المتميزة للسباق من الناحية التنظيمية والفنية وقد توجه سموه الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي الفروسية وسباقات القدرة أبطال مسابقة الناشئين حيث حققت الفارس دانا أحمد البنغدير الدوسري المركز الأول ثم الفارس يوسف فؤاد جوهر من إصطابلة الخالدية ثم الفارس سعيد حمد سعيد من دولة قطار السرعة خيالية الأداء كان قوي التواجد كان أقوى بتواجد فرسان الإمارات وسموه الشيخ محمد بن راشد وسموه الشيخ حمدان فحمد الله على كل حال طول عمر هل المرحلة الثالثة كانت نقطة الحسم في هذه البطولة؟ نعم المرحلة الثالثة طبعا هي كانت الحسم المرحلة الثالثة هي فرقت يعني الأبطال عن المجموعة كلها القلب طبعا يساعد إحصاني بحيث أنه يتصدر خمس دقائق عن اللي خلفه فحفظنا هذه المسافة إلى النهاية والحمد لله الحصان كان نشيط وما كان دا مشكلة ترجمة نانسي قنقر